السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلابي طلاب الثانوية العامة في كل مكان النهاردة هنبدأ مع الجزء الأول من القصة المقربة علينا Great Expectations طبعا للعظيم النهاردة هنتعامل مع القصة على أنها مصدر للتسلية الأول زيارة كلمات وهنعملها بشكل جديد أن احنا هنشتغل مشهد مشهد عشان يبقى ثابت في دماغك وكمان هنتفرج على جزء من المشهد ده فيديو بحيث المعلومة تثبت ويبقى جزء ممتع ويبقى تفريغ للضغط اللي انت فيه يعني نعمل أكتر من حاجة مرة واحدة تعالوا نبدأ بالشخصيات بتاعت القصة وأول شخصية هتقابلنا هو Pip ده الطفل أو بطل قصتنا اسمه Pip وهو An Orphan Orphan يعني يتيم يبقى Pip ده الشخصية المحورية عندنا طفل يتيم بتبدأ بيه القصة تاني شخصية عندنا The Convict المدان أو المحكومة عليه وده سجين هارب وهنشوف إلا يحصل بين وبين Pip الشخصية الثالثة النهاردة Mrs. Jew Mrs. Jew زي ما انتم شايفين كده ست بسم الله ما شاء الله التكشير مش بفرقة وشها Mrs. Jew دي أخت Pip تمام كده وهي المربيه وعايش معه Mrs. Jew تبقى مرات Jew georgery اللي هو شغلته blacksmith blacksmith يعني حدد وده هو Jew georgery وطبعا ما جمع لما وفق بس الحقيقة هو إيه؟ قلبه طيب وبيحب مراته قوي وبيحب كمان بيب دول الشخصيات اللي هنقابلهم في الفصل الأول هنبدأ نتعامل مع القصة بشكل حواري هنشوف بيب وبيتكلم وهنترجم كلمة كلمة بحيث إن حضرتك تقدر تجاوب على أي سؤال يجي لك في الامتحان فبق بيقول I was crying أنا كنت ببكي cry يبكي ليه يا عم؟ because it was Christmas Eve كانت ليلة عيد الميلاد and I was an orphan طبعا وبيقول إنه هو كان إيه؟ يتيم وبيوضح ده إنه مش يتيم مثلا الأب فقط أو الأم بس لا قالك my parents where did يعني والدي الاثنين كانوا ميتين يعني هو يتيم الأم والأب and so وكذلك were five of my brothers and sisters مش بس كده ده فيه كمان خمسة من أخواته وإخوانه توفه يعني العيلة دي مات منها سبعة في فترة هو بيقول عليها كانت فترة إيه؟ بعيدة بيقول إن this happened when I was very young تحصل لما هو كان صغير قوي so لذلك I did not remember them أنا لا أتذكرهم مش بكرهم خالص I had lived with my sister أنا عيشت مع أختي and her husband زوجها جو جارجري for most of my life يبقى عيش معظم حياته مع أخته وزوجها طبعا جو جارجري اللي إحنا قلنا عليه هو الإيه؟ البلاكثمس أو الحدد جو was the village blacksmith كان حدد القرية and mrs. جو was twenty years older than me كانت أكبر مني بحوالي عشرين سنة يعني نقول مثلا عندها تمانية عشرين تسعة عشرين في رينجدان she was tall and thin كانت طويلة ونحيفة and liked to complain about me وبتحب تشتكي مني زي كتير من الستات تعال أشوف ابنك اللي ما بيعملش وبنتك اللي ما بتذكبش وكلام she was often angry وكانت دايما قضانة مش عايب دي ستة انجليزية ولا معلناش ده but she was my friend يبقى هي كانت كده إيه؟ ستة شكاية لكن جو كان صديق تمام؟ بيتكلم بقى عن المشهد اللي هنشوفه دلوقت بيقول I sat by by هنا بمعنى beside يعني big war أنا جلست big war my parents grave وكلمة grave كلمة جديدة عليك يعني قبر أنا عدت big war قبر والدية as the afternoon light slowly disappeared بينما كان ضياء الظهر يختفي شيئاً فشيئاً انتو عايفين انجلترا بيسموها مدينة الضباب ولما بيعدي فطبة الظهر بيحس ان الدنيا ميلة اللي عتمة شوي فعايزك تتخيل المشهد ده وانت هتشوف كمان بيقول the marshes كلمة marshes معناها المستنقعات مستنقعات اللي هي مناطق فيها مية ركدة كده وفيها وحل near be المجوعة became dark and frightening كانت معتمة ومخيفة طبعاً انت متخيل ولد قاعد جنب المقابر وجنب منها مستنقعات وغالباً المنطقة يعني منطقة مقطوعة محدش بيروحها فمكان مبعب I was going to leave كنت خلاص هغادر او نويته غادر انجوه هوم وارجع للبيت when a terrible voice shout صوت بشع زعق في quiet طبعاً quiet معناها هادئ لكن هنا مكانك اثبت محلك then a man appeared from behind the grave تخيل انت سمع صوت اكاش بيقول لك مكانك ويظهر لك حد من ورا قبر طفل صغير 19 سنين ده اللي ممكن يحصله ده ممكن يبل نفسه I nearly jumped out of my skin زي ما بقوله بالمصر كده قلبي كان هيفط مني يعني كان قلبه هيتخلع من الرعب او من الخوف زي ما احنا شايفين كده الولد المسكين بيب قاعد قدام اب ام وابو الجو زي ما انتوا شايفين عاصف جدا وصوت طبعاً البيح والاشجار غريب طبعاً صوت ممعب لكن فاجأة بيظهر له الكونفيكت بيسأله الراجل الكونفيكت المدان بقول what's your name boy اسمك يا ولد طبعا he shouted walking slowly towards me بيقول كده كان بيصرخ هو جاي ايه تجاي فالولد من الروع بقاله ببسا ببسا بسرعة بقاله show me where you live بقاله بقاله show me where you live بقاله بقاله انت عايش فين بيب بيقول انا شاورت pointed to my village على القرية بتاعتي بقاله not far away مش بعيد عن هنا who do you live with انت عايش مع مين يا قالت فقاله my sister sir mrs ju georgie she is the wife of ju georgie the black smith sir دي زوجت مين الحدد يا سيدي الفاجل بص كده the man looked down and i saw his leg irons leg irons اللي هي الاغلال عايفين لما واحد بيبقوا مسلسلينه من رجليه اسمها leg irons خبه لك من الكلمة دي then i noticed his old grey clothes ملابسه الرمادية القديمة اللي هي ملابس المساجين and his thin dirty face وجهه النحيف المتسخ الراجل كان shaking he was shaking كان بيرتاجف بيرتعش من البرد لابس ما لابس خفيفة بجو بابت do you know what's a black smith file is كلمة file هنا معناها مبرد قال له انت عارف مبرد الحدد طبعا سأله السؤال ده فقال له طبعا yes sir i want you to bring me that file early tomorrow morning هاتلي المبرد ده بكرة الصبح بدبي and some food too ويجيب معك كمان شورة أكل then i will let you live ده اللي هيخليني ليسمحلك انك تفضل عايش بيهدده يعني what do you say يبقيك i was frightened بقول انا كنت مبعوب so i promised to bring the file and the food to the him to him the next day انا وعدت ان انا اجيب له الاكل والمبرد اللي طالبه في اليوم التالي هابا جل قال له now go go home وقال له له بايه بزعي i ran until i couldn't run no more جريت لغاية ما اتقطع نفسي خلاص مش قادرة جريتاني when i looked back لما بصيت ورايا i saw the man far out on the marshes شفت الرجل بعيد خالص فين في المارشز احنا قلنا من شوية كلمة مارشز يعني مستنقعات a black shape شكل معتم against the angry red sky واعف كده قدام السماء الحمراء الغضبة وتحس ان الكاتب عايز وصل لنا فكرة معينة حتى الطبيعة غضوانة من الرجل once i got my breath back اول ما خدت نفسي i hired home as fast adequate على طول جريت على البيت باسرع ما يمكنني ده كده المشهد الاولاني واحنا زي ما وعدتوكو هنمشيها مشاهد عشان حضرتك تقدر تحفظها كويس جدا وتستوعبها كويس جدا ونطلع كل التعبيرات اللي فيها يبقى المشهد الاولاني هنا بتكلم عن لقاء بيب بالكونفكت الشخص المدان او الرجل الغريب ويطالب الرجل الغريب منه لمبرد الحداد والطعام هنشوفكو فيديو قريب ان شاء الله والجزء اللي بعد كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته